1- أهدف المشروع قبل البدء في مشروع تربية الأغنام يجب أولا تحديد أهدف هذا المشروع والتي تتمثل فيما يلي يجب معرفة الأسباب الخاصة بتربيات الأغنام سواء كانت بهدف التربية أو بهدف التجارة تحديد الهدف أن كانت للتربية من أجل الحصول على اللحم لأفراد الأسرة والعائلة فهذا أمر هيسير ولن يكلف الكثير أما إذا كان بهدف التجارة فيجب تزايد السلالة وكثرتها فاتحديد الهدف يساهم في تحديد ومعرفة أنواع السلالة التي سيتم استخدامها وبيعها وإنتاج الحليب منها أيضا أثنان مكان المشروع وسلالة الأغنام المناسبة تحديد مكان مناسب لأطرابية الأغنام من الأمور المهمة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار إذا أراد شخص إقامة مشروع تربية الأغنام يجب أن يقوم بتحديد مكان مناسب لأسلالة الأغنام السلالة الخاصة بالتكاثر والتجارة تحتاج دائما إلى مناطق بها مناخ معتدل ومناسب وتوافر مرعي مناسب حتى يتم الحفاظ عليها وتحقيق أربح منها ثلاثة توفير المرعي والأغذية المناسبة إذا أراد شخص عمل مشروع تربية الأغنام في المغرب 2023 يجب الوضع في الاعتبار توفير مرعي مناسب للأغنام وكذلك الأغذية المناسبة لعدة أسباب ومن أهمها ما يلي توفير الأغذية المناسبة والمرعي المناسب يساهم في زيادة إنتاج الأغنام من لحوم والبان مما يساهم في تحقيق الأرباح فيجب تقدم الطعام والأغذية المناسبة للأغنام مع مراعاة للوقت بين الوجبات فيجب تقديم الوجبات بمواقع زمنية محددة ومنتظمة وبكميات مخصصة تقديم الأغذية المفيدة للأغنام وخاصة الأغذية التي تعمل على تثمينهم وزيادة إنتاج الألبان أربعة الأيد العاملة والخبرة من أهم عوامل نجاح مشروع تربية الأغنام وتحقيق الربح المنشود منه هو توفر الأيد العاملة صاحبة الخبرة في التعامل مع الأغنام لعدة أسباب أهمها ما يلي يجب أن يكون الأشخاص الذين يتعاملون مع الأغنام أن يكون لديهم خبرة بها فيقول بعض المواطنين بالمغرب إن الأغنام تمنح من يعطيها وتعطيه فالاهتمام بالأغنام والتعامل معها بحرس في توفير الطعام وشراء أن يكون على دراية كاملة بجميع التطعيم